اشتركوا في القناة اتراك ومئات آلاف السياح الأجانب الذين كانت تعج بهم المنطقة يجيؤون من مشارق الأرض ومغاربها سائحين مستجمين هنا لم يبق إلا بضع من أفراد الأمن وقلة من الباعة رغم الخطر وانعدام المشترين منذ الصباح لم أبع شيئا وهذا هو الحال منذ أسبوع لا أعرف من أين سأدفع ضريبة البلدية ولا أعلم كيف سأدفع إجار منزلنا أما شارع الاستقلال الذي كانت تدوسه أقدام أكثر من مليون إنسان يوميا قبل جائحة كورونا فقد بات خاوية إلا من عشرات السياح والأتراك المضطرين للوصول إليه الحركة في البلاد بشكل عام تتقلص يوما بعد يوم مع كل إجراء تتخذه الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا الذي أصاب ما يزيد عن ألف شخص وقتل عددا من كبار السن علقت الدراسة وأغلقت دور العبادة وخفض عدد العاملين في القطاع العام إلى الحد الأدنى وفعل نظام العمل عن بعد وأغلقت كل أماكن اللهوي واللعب والتجميل والتجمهر في البلاد مؤقتا أرض موظف في أحد أرقى فنادق اسطنبول جاء بنفسه إلينا أثناء التصوير وأبلغا عن إدارة الفندق الذي يعمل فيه منحته وآخرين من زملائه إجازة غير مدفوعة الأجر مدة خمسة وأربعين يوما بسبب تعطل الموسم السياحي في المدينة بفعل وباء كورونا الموسم السياحي تدمر هذا العام الفنادق خالية نحن العاملين أول من دفع الثمن ورغم أن حضرة جوال شامل لم يفرد بعد في تركيا فإن كثيرين التزموا بيوتهم طوعا وخوفا من عدو لا يرى ضحاياه من البشر كثر وأثاره السلبية هزت اقتصاد بلد يعتمد على السياحة كأحد المصادر الأساسية لخزينة الدولة كيف لا وقد أوقفت الخطوط الجوية التركية رحلاتها مع كل دول العالم إلا أربعا فقط وأصيب قطاع بيع العقارات بالشلل التام يقول أطباء مختصون إن جائحة كورونا ما زالت في بداياتها ورغم ذلك فإن الليرة التركية تفقدت 15% من قيمتها حتى اليوم وقد تفقد أكثر من ذلك بكثير إذا طالت الأزمة مهران عيسى سكاي نيوز عربية إسطنبول